هذا ومن المقرر أن تنطلق غدا فعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من أكتوبر الحالي تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقش المؤتمر أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء والمتخصصين ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية ومنها ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية وكذلك السياسات النقدية في ظل تطورات العالمية أوضح مجلس الوزراء أن الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تستهدف الوقوف على الملامح العامة لوثيقة السياسة ملكية الدولة والحياد التنفسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستعراض السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنفسي وأشار مجلس الوزراء إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثاني ستناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة كما ستضمن المسار الثالث للمؤتمر جلسات تخصص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات الذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة بينما ستناقش الجلسة الرابعة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة أما الجلسة الخامسة فستتناول جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقاري وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر